بسم الله الرحمن الرحيم يوم استقالة الحكومة دكتور مصطفى مدبولي عندما تقدم الاستقالة للسيدة الرئيس عفتاح سيسي وتم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة في هذا اليوم كتبت تويتر صغيرة قوي 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 دائمت يوم الاستقالة مش حاجة النهاردة يعني لو مش 2 يوليو من شهر كنت بتكلم فيها على رؤية رؤية الشارع المصري بيتكلم محددات للدولة الدولة اللي لها هدف استراتيجي ومخطط قادم كتبت كده كتبت ايه كده ده امتى يوم 3 يونيو 3 يونيو اللي دم حضراتكم عشان لماشرح لحضراتكم من اول يوم قلني ايه ماذا يعني قبول واستقال وتكليف الدكتور مصطفى كذا رئيس ياسق في الدكتور مصطفى زي ما قلنا نبذله شخصين من جهد ومتابعة دقيق والتزام ايه بقى ثانيا هو ده نحن امام حكومة جديدة واسعة ده امتى 3 يونيو يونيو وليس 2 يونيو وليس تعديلا وزاريا محدودا انا ايل من شهر اللي بيحصل النهاردة نحن امام حكومة جديدة واسعة وليس تعديلا وزاريا محدودا بل حكومة ستشمل الكثير والكثير من الحقائب الوزارية الكلام ده يا جماعة كتبت يوم 3 يونيو الماضي منذ شهر كان اول حد يتوقع اللي بيحصل النهاردة وليس بتشوفوه ثالثا لدينا حقائب جديدة في المجموعة الاقتصادية وايه والخدمية بشكل رئيسي اللي حصل النهاردة هذا ما كتبته يوم 3 يونيو 24 من شهر بالزبط ضم الحكومة الشخصيات حقاقت نجاحات في قطاعات الامن الغزائي ونتكلم على التفاصيل بعد شهر ولكن خلي بال حضرتك من البند الثاني والثالث البند الاول خراص معروف ولكن الثاني والثالث اللي هما النهاردة حضرتك بتشوفهم احنا النهاردة قدام ايه بالزبط قدام حكومة جديدة واسعة تعديل مش تعديل وزاري ومش تعديل وزاري منتكلم على حكومة منتكلم على حقائب كثيرة منتكلم على المجموعة الاقتصادية والخدمية والذها بالضبط اللي حصل يبقى ده كانت قراءة امتى قراءة يوم ثلاثة يونيو الماضي واللي شافوها 389 الف اللي شافوا التويتا دي في هذا اليوم لحد ما بقول لحضراتكم طيب يبقى احنا النهاردة قدام اللي كنوا متوقعينه منذ شهر بالضبط نحن امام حكومة جديدة ده مش تعديل مش تغيير وزاري او تعديل وزاري نتكلم على تعديل ضخم تعديل كبير والتعديل ده بالقطر افكار السيد الرئيس هفتاح السيسي احنا رايحين فين المرحلة القادمة كان من الاهمية التجاوب مع مطالب الرأي العام تاني مطالب الرأي العام عايزين اولا الرأي العام والشارع يرى ان هناك تغييرا كبيرا في مش الاشخاص وكمان في السياسات الموضوع مش انه فلان مشي وفلان جه لا انت كمان يبقى فيه تغيير في السياسات يبقى الرأي العام النهاردة يرى ان هناك تغييرا حقيقيا يكون على الارض باشخاص والسياسات كان هناك وتاني لازم التحيل لكل السادة الوزراء اللي مشوا ونقدم التهنيئة لكل السادة الوزراء اللي جم مش معناه اللي مشي انه لا اللي مشي خلاص قدم عليه من مهمة محتاج تغير اكتر محتاج وجوه جديدة اكتر محتاج ناس قاعدوا سنوات طويلة خدم الوطن خدم الوطن كل مسؤول بيقدم خدمة جليلة للبلد يتكلف بمهمة وطنية تقول له متشكرين يأتي وزير اخر او وزيرة تانية بتقول له تفضلوا اهل الف مبروك تفضلوا الموضوع النهاردة قلت لحضراتكم بقولوا مفهوش اي مطمع على الاطلاق ولا في مزايا تعب وعمل وجهد كبير جدا ويعني ومحاولة لارضاء الناس ومحاولة كمان ان احنا البلد تبقى رايحة لي المخطط السيد الرئيسة عمتها السيسي ما هو الافضل للشعب المصري كان عندنا مشاكل كبيرة طبعا عندنا مشاكل كبيرة جدا 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 عشان كده التغيير نحن ہون سيساً وهو فينغاثما